وسكان العاصمة استشعروا من دون شك هذا الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب تساقطة مطرية مهمة تجاوزت 13 مليمترا استبشروا بها خيرا كما سنتابع في روبرتاج جيهان دبلالي ومولودي زينتين أول الغيثي قطرة وقطرات الخير هذا الصباح بالعاصمة الرباط أثلجت صدور الساكنة تشتدي لهذا الوقت هذا فيها اليدام ديال الآن كامل ومازال إن شاء الله يعطي رب الخير الحمد لله طاحت عامة في المغرب بأسرير الله ومالك الحمد بعد الساعة الحمد لله هذا البركة لك جرام الخير المغرب كامل كي يستفد منه والإنسان الحيوان البشرية كل شيء كي يستفد هاد قطرة الخير اللي جات إن شاء الله غادي تعود علينا بالنفع باش بلادنا تفشيل الكدام وكيما يقولوا تالا اقتصاد كله مرتبط بالشتاء الأكيد أن هذه التساقطات ستزيد من مخزون المياه في السدود والأبار وستحيي الأرض وما عليها من زرع وضرع والأكيد طبعا أن هذه الأمطار تنعش الفرشة المائية ليس كذلك نادية بطبيعة الحال في الفرشة المائية في المغربية في حاجة إلى أمطار أكثر من هذا المعدل لبداية أهلا ومرحبا بك أهلا بك بشرة سنتوقف كما تبعنا مؤخرا بأن جلالة الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل كانت قد خصصت للبرنامج الأولوي الوطني لتزويد بالماء الشروب ومياه السقية ويدم محاور عدة منها تنمية العرض المائي فيما يتعلق ببناء السدود وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي إذن ندي أين يتموقع المغرب داخل ترتيب الدول التي تعاني إجهاد المائية؟ للإجابة على سؤال بوشة دعين نقدم بعض المعطيات الرسمية والتي قدرت حجم الموارد المائية الجوفية القابلة للاستغلال بطريقة مستدامة بحوالي أربعة ملايير متر مكعب في السنة وثمانية عشر مليار متر مكعب من المياه السطحية أي ما يعادل لعشرين في المائة من الحجم الإجمالي للمياه الطبيعية المتاحة وضعية نذرة المياه بشرة في المملكة يمكن وصفها بالمقلقة لماذا؟ لأن الموارد المائية تقدر حاليا بأقل من ستمائة وخمسين متر مكعب للفرد سنويا مقابل ألفين وخمسمائة متر مكعب سنة ألف وتسعمائة وستين مقارنة أيضا بألف وسبعمائة متر مكعب للفرد الواحد وهو المعدل العالمي الذي أوردته منظمة الصحة العالمية ويرتقب أن تنخفض عن خمسمائة متر مكعب بحلول سنة ألفين وثلاثين ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد حذر في وقت سابق من أن الحق في الماء والأمن المائي مهددان بشكل خطير بالاستعمال المكثف مما يعني أن الكل معنى من الخراط في ورش ترشيد استعمال الماء ليس فقط على مستوى مؤسسات الدولة ولكن أيضا فيما يتعلق بالأفراد نحن كأفراد مطالبون جميعا بأن نساهم في هذا الورش الكبير وهو من خلال ترشيد الاستعمال اليومي بنظر إلى معدل الاستهلاك اليومي بشرة في المغرب يترى وحما بين سبعين وثمانين لتر وهنا أعرج بك أيضا على بعض الكميات التي نستهلكها يوميا دون أن ننتبه إلى أننا نصرف والذي نتسبب فيه مثلا كمية المياه المسهلة يومية للاستحمام هي تتراوح ما بين 120 إلى 150 لتر آلة غسل أواني وأيضا آلة غسل الملابس بين 60 و 80 لترا أما المياه التي نستعملها لغسل السيارة فتصل إلى 300 لتر للسيارة الواحدة يوميا واليوم الكل مطالب بترشيد استهلاكه للماء كسلوك مواطن يرقى بالفرد إلى مستوى الإنسان الواعي بدرورة الحفاظ على موارده الطبيعية ونسوق اليوم مثلا لشكل من أشكال ترشيد استعمال الماء الموجه لغسيل السيارات ضمن روبرتاج أعدته سمية الدهيمي والتعليق كان لك شعاد زيتراوي في زمن ندرة المياه تبدو هذه الصورة صادمة فمن أجل غسل سيارة واحدة تهضر المئات من اللترات من الماء والسلوك ما زال حاضرا في غياب الوعي الحقيقي بأهمية الحفاظ على الماء دهرت في الآوينة الأخيرة مقاولة صغيرة تعتمد مبدأ غسل السيارة بقوة الضغط حيث انتقل السهلة كل ماء من 120 لتر للسيارة الواحدة إلى أقل من 5 لترات مقاولة أخرى ارتأت في غسل السيارات بدون ماء حلا لمعضلة الإسراء في هذه المادة الحيوية فبأقل من نصف لتر واحد فقط يمكن غسل أكثر من سيارة واحدة باعتماد البخار ومواد صديقة للبيئة وباعتماد عازل يسهل عملية تنظيف السيارة دون الحاجة إلى إهضار الماء الغيادية نحن نقول لك القلب وعلمة وعلمة طريقة هي بيئة باش نحفظوا على البيئة وباش اللي هي طريقة كتعبتيني ما يمكشو شفية تبدير وباش نوصلوا على الويدات نعبتين كتقافة بأننا نحفظوا على البيئة ونحفظوا على الماء بالنسبة للفابير كنديروا عشر يطروا كتقدر تدلينا حتى العشرين ثلاثين سيارة السر هو البردوين اللي كنستعملوا لأن حتى هما كيعاونونا باش منسه الكوش المبزاف وما كيلوتوشهم كينا تقنية جديدة اللي هي الفيلم الحماية اللي هو كيتوضع فوق من السيارة وكيحملين السيارة دينا من الخدوش ومن الغبراء من الرملاء من المستيك من أي حاجة كتحط فق السيارة واللي مهم في الأمر هو أننا ما نحتاجوش لما باش نغسله السيارة هي أحدث التقنيات في مجال غسل السيارات ومثل هذه المبادرات الفرضية تحتاج إلى التعميم والتشجيع من الجهات المسؤولة ومن يملك مبادرات لترشيد استهلاك الماء يمكنه أن يتواصل معك في أي وقت نعم في أي وقت نحن ننتظر أن تصلنا اقتراحات وابتكارات في مجال ترشيد استعمال الماء الاقتصاد في الطاقة كل ما له علاقة بحماية البيئة ونحن هنا نذكر بأن بريدنا الألكتروني هو رهن كل من يملك مبادرة بيئية وايضا موقع التواصل الاجتماعي على صفحة الفيسبوك على موقع التواصل الاجتماعي رسلنا كما يفعل الجميع باقتراح مبادراتهم وسوف نقوم بطرح مشاكلكم البيئية ومواعدكم ولا تنسوا أن حماية البيئة هي مسؤولية الجميع وعلينا جميعا أن نرشد استعمالنا للماء في داخل البيوت أيضا ليس كذلك بشرة صحيح ولن ننسى أن المواد يتجدد معك الاثنين المقبلة إن شاء الله في سياقي للتربة